مباراة بكرة مودنة فيوتشر ويهي النادي لاحسر تؤدي تبدا بمودنة فيوتشر ولا الهني؟ هأتبدأ بالمباراة بشكل عام أبدأ بالمباراة بشكل عام أخد حبة من هنا وحبة من هنا واخلي شاب يكمل على كلامي المباراة صعبة ولا سهلة المباراة في منتهى الصعوبة لأنها النمط التقليدي الـكلر بيعاني خدامه في كل مباراة صعب على الاهلي فيوتشر طبعا لأنه الأهلي بكل النجوم الي عندو الضغط المتواصل بطولا التسعين دقيقة اللي من المتوقع أنه مش هيكون بنفس الكثافة في مباراة الغد يعني أو النهاردة اللي نحن عدنا الساعة 12 نظراً للإرهاق ونظراً لأن انت بتشوف المطش اللي فات فيه ثلاثة بيطلعوا بشكل اضطراري لهم هي سبريم وعلي معلول محمد الشناوي وبتشوف الكهرباء ما بيلعبش أصلاً عشان الإرهاق اللي عنده مرون عطايا ما لعبش فمن المتوقع أنه التسعين ديام مش هيبقوا ضغط متواصل من جانب النادي الأهلي ولكن فيه المقابل فيوتشر بيلعب بزون ديفينس خطير زون ديفينس في تلت الملعب حتى ما بيعاملش الميديم بلوك ده هو بيلعب في تلت الملعب أنا هنأشك هنأشك يلا مارسل كولر من ساعة ما شفته جيد تدريب النادي الأهلي حتى قدام ليل مدير حتى أيه قدام أي فرقة تعبان بقى فرقة تعبان حصل كده الممش اللي فات أنا هعمل ضغط عالي يعني هعمل ضغط عالي لا أنا ما بقولش أنه مش هيعمل ده بس مش تسعين دي ولأ هيعمل تسعين دقيقة بس أنا ما بتكلمش نهاية تبقى بنفس الجودة يعني اللعيبة مش هتعرف تغطي نفس المساحات والمساحات اللي كانت بتغطيها في كاس العالم الأندية وفي الأفريكان فبالليج وفي دوري أبطال إفريقيا السنة اللي فاتت مش هتقدر اللعيبة خلاص تعبت فأنا بتكلم الفكرة الضغط لعيبة قدام ريال مدريد لعيبة قدام فلومينانسي فأنا تمام لا هيلعب كده بس أنا بتكلم أنه اللعيبة مش هتعرف تعمل ده بنفس الجودة عشان القدرات البدنية يعني اللي كان بيلعب بها وده بالكليل أنه توقع أنه هيبقى فيه تغييرات كتير متوقع أنه هيبقى فيه تغييرات كتير متوقع أنه هو العنصر الأهم اللي كولر هيبدأ يركز عليه في الفترة اللي فاتت ولي في الفترة اللي جاية أنا آسف في مباراة فيوتشر وبيراميد ظهر عنصرين قوة لفيوتشر لازم كولر هيبدأ يركز معهم عشان يريح لعيبته شوية عشان أنتقل سريعا فيه خريطة حررية باللاعب فيوتشر اسمه غنام محمد غنام محمد لعب الديفندر الظروف اضطرته أنه هو يكون الديفندر الوحيد في خط وسط فيوتشر بعد رحيل مهند لاشين وبعد رحيل رضا بوبو أصبح غنام محمد هو حلقة الوصل الوحيدة ما بين خطي الدفاع والهجوم غنام محمد الحظ خدم فورمسينو أنه فيه دي الخريطة الحررية بتاعت غنام محمد هتلاقيه متواجد طوال الوقت فيه التلت الدفاعي قبل منتصف الملعب عشان يستلم الكورة من بس الحتة الأدام اللي ما بعد نص الملعب قليلة جدا تواجده قليلة جدا أغل بالزبط كده أربعة واحد أربعة واحد غنام محمد طول الوقت موجود في الحتة دي عشان يعني خط الظهر عشان يأمن خط الظهر وعشان يستلم منهم الكورة ينقلها النحط تاني هو نقطة الارتكاز الأساسية بالنسبة لفوتشر المبارات بيراميز خدمت فورمسينو فيه نقطة مهمة جدا وهي إصابة المدافع فلما اشترك مكانه ربيعة محمد ربيعة على ما أعتقد اسمه محمد ربيعة قدرات إلى حد ما جيدة في البلدوب فبقى دلوقتي عنده الحل التاني لو تقفل على غنام محمد ربيعة ممكن يلعب كمحور أنه يقدر يطلع بالكورة دول الاتنين الأساسيين اللي أعتقد أنه كولر المفروض يبدأ يركز معاهم عشان خاطر لو حجم دول في عملية البلدوب فورمسينو هيبقى عنده مشكلة في التحولات الهجومية اللي أحمد عاطف مميز فيها بالمناسبة في خريطة حرارية لأحمد عاطف أنا كده رحت الفيتشر وهسيب هسيب هنرجع مش مهنة في خريطة مش موجودة طيب خلص مش مهم أحمد عاطف مميز جدا في التحولات مميز فيه الفينيش الأخير بس لا تعول على ده يعني ما ترهنش على أنه هو هيروح ويضيع لأنه ممكن يبقى موفق لأنه ممكن يكون لا تمشي معاه لأنه ممكن خطأ تعرف أن أحمد عاطف كان دي معلومة برضا وليه لك أنه كان في وقت الثاني اللي فاتت كان قريب جدا من النادي الأهلي وها دي كانت مشكلته وما شافه معدلات تسجيله وإنهاء الهجمات بيطس نحليه فرص كثيرة جدا لأنه هو بيعرف يصل لجولك تلاوي بس إنهاء الهجمات عنده مش عظم شئ المباراة بيرامدز كان فيها لقطة خطأ سرق الكرة ولكن الفكرة هنا أنه من كتر ما هو ما بيضيع فعايز يضمنها اللي هو الضمان فلعب اللي هو الكرة ما عندوش فكرة اللعب برا الشندوق يعني حرس المرمى ميوب أحمد ميوب حرس المرمى هو عارف أن أحمد عاطف فيلعب هاله ناحية تانية وترامى بشكل تلقائي حتى قبل أحمد عاطف ما يسدد الكرة أحمد عاطف لو بيفكر أو لو مش متوتر وهو داخل على الجون كان العبا في الدقاءة الكرة دي كانت جون هيا الفكرة في كده هو بيضيع كتير جدا فلما بيوصل بيكون متوتر فميبقاش فيه كامل تركيزه أمام المرمى بس لا تعول على ده لأنه ممكن يكون موفق فيتخطف بكرة أو بكورتين كان جايب واحد حلوة في الزمالك كمان برضو ليه جوان حلوة قوي كمان الجورة اللي بتيجي جوم بتيجي حلوة قوي